تابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة لرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عبور العداء وينفريديا في خط النهاية محققة المركز الأول والميدالية الذهبية في نهاي سباق 3000 متر موانع للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مسجلة رقما أولمبيا جديدا في زمن قياسي وقدره 8 دقائق و52 ثانية وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ خالد بن حمد أسماءات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقال سمو في تصريح خاص عقب فوز يافي بالميدالية الذهبية تكللت جهودنا بتحقيق أول ميدالية أولمبية في باريس ووينفريديا في قدمت أداء استثنائيا يليق باسم البحرين ويعبر عن الروح القتالية والإيرادة القوية التي تتمتع بها هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها والجهود المتواصلة من جميع أفراد البعثة البحرينية لا افتخروا بهذا الإنجاز الذي يعد بداية لمزيد من النجاحات في المستقبل وأضاف سموه نحن ملتزمون بالاستثمار في رياضتنا ومواصلة دعم رياضيين على أعلى المستويات وما حققته يافي اليوم هو ثمرة لهذا الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة للرياضة والرياضيين متوجها بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في هذا النجاح مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز هو دليل على قدرة رياضينا في التنافس على أعلى المستويات وتحقيق النجاحات العالمية وأشار سموه بأن مملكة البحرين أثبتت أنها قادرة على المنافسة على الساحة الرياضية الدولية وتحقيق الإنجازات الكبرى وتأتي هذه الميدالية لتكون نقطة انطلاق جديدة للرياضة البحرينية نحو آفاق أوسع ومستقبل مشرق في المحافل الرياضية العالمية كما أنها تشكل دافعا لباقي العدائين في ألعاب القوى ومنتخبية المصارعة ورفع الأثقال لحظ أفضل النتائج والمستويات فيما تبقى من منافسات الأولمبياد وبهذا الإنجاز تظفر مملكة البحرين بأول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 وهي الخامسة في سجل لمملكة البحرين والذي يضم ذهبيتين وفضياتين نهني سيدي جلالة الملك وصاحب السمو الملكي وليل أحد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد وصراحة يعني ما نقدر نحقق هذه الإنجاز لأولا تعمهم الله يحفظهم وبلا شك يعني هذه ثاني ميدالية ذهبية على مستوى العرب وأول ميدالية ذهبية على مستوى الخليج يطموح دائما الذهب هذه ما تعودنا عليه والحمد لله نفس ما يقولون هذه أول النتائج الزينة وإن شاء الله احنا متفائلين بعد في الرفع الأثقال وفي المصارع مبروك لبحرين مبروك لجالة ملك بلاد المهظم حافظ الله ورعاه ومبروك لسمو وليل أحد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على هايلين جونس الحمد لله البحرين حققت أول ميدالية بين الدول العربية في ألعاب القوة وطبعا الألعاب القوة تحتبر أم الألعاب في اللبيان وإحنا متفائلين إن شاء الله بنحقق نتائج بعد في الرفع الأثقال والمصارع نجاز كبير جدا كبير على مستوى الأولمبي هذه طبعا يعني الكثير يعني تتويج لجهود كبيرة ودعم كبير من سيدي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم وإيضا الحكومة الرسيلة برأس سيدي أولي العائل رئيس مجلس الوزراء وأيضا سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد واهتمامه ودعمه للرياضة والرياضيين ما في شكل يوم لما يكون عنم البحريني رفرفا في المحفل الأولمبي الكبير ويشهد فيه طبعا أكثر من 200 دولة موجودة الأنجاز هذا يعني أن هناك عمل كبير يقوم فيه لحفظة سيدي سمو الشيخ خالد محمد آل خليفة منذ توليه رئاسة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبي البحرينية وهناك خطط وبرامج كثيرة وضعها الله حفظة سيدي سمو الشيخ خالد وهذه هي ثمرة العمل والتخطيط التي تم الإنجاز يعني مجهود الدولة تكلل بالنجاح وراء هذا الإنجاز مجهود حكومي وكبير وتحقق الحمد لله في باريس 2024 من دليل الذهبية هذا يعنينا شيء كبير طبعا رفع علم الملكة البحرين في المحافل الدولية هذا الهدف السلام الملكي سيعزف في المحافل الدولي وهذا شيء فخر حق كل بحريني وكل أسرة العام القوة ترجمة نانسي قنقر